أنا برأيي اليوم انتخاب رئيس جمهورية ليس كافيا ممكن يكون مدخل بس بدون خارط الطريق وبدون توافق إقليمي دولي على خارط الطريق للبنان تكون مرسومي ومتفعلية ويكونوا السناء الشيعي والطائفة الشيعية هي جزء من هذا الحل وإيران داخلي بالحل أنا ما بشوف أي خطوات فعلية هي بتأدي لأي انفراجات بالمدى المنظور ولكن إذا نرجع نتذكر وقت السبع أيار حصلت بألفان وثمانية ومن بعدها تم انتخاب الرئيس ميشيل سليمان الرئيس ميشيل سليمان كان قائد للجيش وتم انتخابه بإجماع وطني وأقليمي ودولي ولكن قبل انتخابه ذهبت المكونات والقيادات اللبنانية إلى الدوحة وعقدت اجتماعات استمرت عدة أيام واتفقوا على خارط الطريق إذن أنا برأيي اليوم هذا الشيء غير متوفر حتى نحن اليوم نحن لازم نحكي كيف نطبق الأرارة الدولية اليوم عام ينحكى بالألف سبعمائة وواحد اللي هو ما تطبق حتى من قبل لا من قبل حزب الله ولا من قبل إسرائيل ولا من قبل إسرائيل إذن حتى ظروف اندلاع الحرب بألفان وستة تموز ألفان وستة واللي أدت بعدها إلى القرار ألف سبعمائة وواحد ما ننسى أنه كان فيه حكومة سمح لي صحيح صحيح هذه الحكومة كانت فيها وصدعت أن تحشد وكانت حكومة فيها معارضة وفيها السناء الشيعي ولكن اليوم الحكومة هي حكومة من لون واحد هي حكومة السناء الشيعي وهذه الحكومة غير قادرة اليوم تتقوم بأي مبادرات وبأي مفاوضات باسم لبنان اليوم هذه الحكومة منقوصة وهي أصلا تصريف أعمال تابعا